دكتور البطنة ده دكتور اناليسيز. كل حاجة كبيرة وصغيرة يعمل لها اناليسيز. رافينا وليات ساعات يعملوا الكوميكس كده على الدكترة بتوع البطنة. يقول لك ايه? يقول لك مرة دكتور بطنة جاي عريس لبنته. وقال له يا عمي انا بحب بنتك وعايز اخطوها. قال له بتحبها من امتا? حبيتها مرة واحدة قال لي بالتدريج. والحب ده بيزيد ولا بيقل ولا ثابت. طب معا حاجة تانية شفتها في اي حتة? طب ايه اللي هيزوده? ايه اللي يقلله? فهمين ولا? ده بيت تريقوا علينا. ايه ما احنا بتوعي الاناليس ازاي. فانت لازم تعيش البطنة يا دكتور. اقول لك حاجة انت ماشي كده. انا فليد واحد زميل لك قبلك. واحد زميل لك يقول لك. انا زعلان منك. يقول له زعلان من امتا? ده جالك مرة واحدة ولا بنتا يدريك. طب بيزيد ولا بيقل ولا زميل. طب في حاجة تانية. انت مثلا النهاردة انت كدكتورة بنتي يعني. روحتي البيت متأخرة جدا. موبايل بتاعيك فصل شحنك العادة. واعمل ان تصلوا عليكي مش مجمع ومحدش عارفة وصالك. مهم يعني. روحتي متأخرة. فانت بفتاح باب الشقة. ليتي بابا وماما وقواتك واقفلك بقى وتاخدي العلقة تمام. ها واخدبالك. انت اتأخرت موبايل لك. وقال لهم انتو زعلين كده من امتا? وده جالكوا مرة واحدة ولا بالتدريك. طب بيزيد ولا بيقلوا ولا ثابت. طب معاقي تاني. بصوا اضحكوا وانبسطوا. بس هي كده. ها هي كده. هي البطنة كده. هي البطنة هي علم الاناليسيز. يبقى اي بوزة في سمتم لابد ده نعمل لها. فاكرين عاطف لما راح الراون ده اول مرة. فالدكتور قال له يلا يا عاطف تروح خد هيستوري. فعاطف راح جنب العيان. قال له يا عمو يا عمو. ما عاطف لسه ما كانش يعرف حاجة يا ولاد. نغروش نوبة ابروفيشنا دلوقس. عاطف زي ما كانش عارف حاجة. فراح جنب عمو. يا عمو تبتشتكي من ايه? قال له حواجب تنقح علي. بس عاطف طبعا كان خد معيه المحاضرة دي. فقال له من امتى? والنقح ده جالك مرة واحدة اللي بالتدريج. طب لما جالك بيزيد ولا بيقل له ولا ثابت. طب معيه تاني ايه اللي بيزوده ايه اللي بيقلله. خدت له علاج اخر مرة انت. فين تقولي? عايز تبقى البطنة اسلوب حياة.